اشهد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم جبرياسوس بالخدمات التي قدمتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وذلك لحجاج بيت الله الحرام والجهود الكبيرة التي بدلتها لرعايتهم والحفاظ على صحتهم وأن الدكتور تيدروس في تغريدة عبر حسابه الرسمية على تويتر وزارة الصحة على نجاحها في موسم الحج واصفا العمل الذي قامت به بالاستثنائي خلال موسم حج هذا العام مضيفا أن ملايين الحجاج يزرون المملكة كل عام مؤكدا دعم نظم الإنذار المبكر الجديدة التي تهدف لحماية صحة الشعب هذا وكان وزير الصحة الدكتور تفيق الربيع قد أعلن عن خلو موسم الحج لهذا العام 1439 للهجرة من الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة العامة ونجاح خطط الحج الصحية ولاقة الجهود التي بدلتها الصحة لخدمة ضيوف الرحمن العديد من الإشادات من المختصين ووسائل الأعلام المحلية والعالمية